الإرادات في نادي الشباب كانت 184 مليون ريال مش 148 إرادات الشباب 184 مليون ومصروفاته 232 مليون فبالتالي العجل هو كم؟ 48 مليون ريال في الجزء الثاني خالد البلطان بعد ضجة الجمهور وقاعدين يعني يهاجمون الرئيس ولازم تعدل ولا 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 الآن بعض الرؤساء الأندية وصل للمرحلة أنه أي مشجع يقول له تعدل ولا ولا يقول له لا خليها ولا ولا خلن اسمها خالد البلطان ويتحدث مع ولا فأنا إذا كان الأمر أنه والله مطلوب منه أن النافس أندية مدعومة بشكل غير طبيعي والنافس أندية تأخذ حصة أكثر منها في موضوع الاستراتيجية والنفس أندية ما إيش نعمل يعني عشان نجاريها ما نكتر ولا يوجد داعم ولا يوجد كذا فأنا يا جمهور الشباب يا يقتنع بهذه المعادلة يا يشوف لهم رئيس غيري أنا والله حيه أنا ما عندي أنا ما أنا متمسك بالرئاسة أنا خلص الكفاءة وخلصت مسؤوليات النادي واحد تسعة على الجمهور الشبابي يجي يأخذ النادي يبدو يشوفون الجمعية العمومية يشوفون اللي يستطيعون ما تعاقدنا إلا بعد ما تعاقدنا وهي طويل عمر يعني ما عليها العتب الشخصي فاد المدلج وبعد المحسن صديق وأخ عزيز لكن ما له حق في العتب أولا لا المدرب حر والمدرب ما بقى في عقده لخمسة عشر يوم وينتهي يعني حتى داخل في يعني يعني إذا أنت بي المدرب ليه ما جددت عليه من زمان إذا أنت بتحمي مدربك ليه ما جددت من زمان فهو مدرب حر معروض علينا وعلى كل الأندية مرحنا ولم نتعاقد معاه حقيقة إلا بعد مباراتنا معاه قبل كان في كلام حنة وكثير من الأندية معاه لكن بعد مباراتنا معاه تم توقيع العقد والعتب بالعكس ابو عبد المحسن يمون وعتبه على العين وعلى الرأس بس صدقني ما كان فيه أي خطأ إطلاقا ميزانية دادي الشباب طبعا المقترحة لـ 2021-2022 الإرادات المتوقعة 209 مليون ريال المصروفات حوالي 209 أيضا يعني يتكلمون عن فائض ما يزيد عن ربع مليون ريال